كان مفهد التلفزيون المصري على رشوان قد أجرى لقاء خاصا مع سفيرة مصر لدى أرمينيا ساريناد جميل أرمينيا هي ثالث محطات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته إلى منطقة أسيا الوسطى هذه المحطة الهامة تأتي زيارة السيد الرئيس خلالها في وقت هام تمر فيه العلاقات المصرية الأرمينية بالكثير من التفارات حيث احتفل البلدان في العام الماضي بمرور ثلاثين عاما على تأسيس هذه العلاقات في عام 1992 للاقتراب بشكل أكثر تفصيلا لفعاليات وأنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أرمينيا يسعدنا أن تنضم إلينا في هذا التسجيل السيدة السفيرة سيريناد سليمان جميل سفيرة مصر في أرمينيا برحب بساتك فان أهلا بحضرتك فان لو سيدك تدينا نظرة شاملة عن العلاقات المصرية الأرمينية وتطور هذه العلاقات طبعا كما ذكرت حضرتك العلاقات المصرية الأرمينية علاقات مهمة وتاريخية مصر أول كانت من أول الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1992 ثم اهتمين بإنشاء سفارة في أرمينيا وكذلك السفارة الأرمينية في مصر هي برضو من هذا الوقت وطبعا دي العلاقات الدبلوماسية أما العلاقات التاريخية فليها جذور طويلة في التاريخ المصري ومصر تستضيف جالية أرمينية كبيرة ونعتز بهم ونعتبرهم مصريين وهم يعني بيعتبروا أنفسهم أنهم أيضا مصريين أرمين فطبعا العلاقات التاريخية بين البلدين تؤهل لكل التطور الإيجابي المأمول والذي يأتي في إطار الزيارة التاريخية التي سيقوم بها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا وهي زيارة أعلنت الرئاسة الأرمينية بأنها طلع انتظارها فطبعا هي أول زيارة لسيد الرئيس المصري إلى أرمينيا ولها دلالات سياسية ويعني التنمية والعلاقات بين الدولتين في كافة المجالات وطبعا مصر بتهتم جدا بإعطاء أرمينيا اللازم من الدورات التدريبية لرفع الكفاءات من خلال وكالة التنمية وفي حالين من وزارة الخارجية الأرمينية في شخصين في مصر يتدربوا في المعهد الدبلوماسي وطبعا نحن نهتم بتبادل الخبرات وزيادة التعاون مع أرمينيا وطبعا غني عن الذكر بأن هذه الزيارة التاريخية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستفتح المجالات أمام المزيد من التعاون بين البلدين وبين الشعبين أكيد يفنم أحد أهم جوانب هذه العلاقات هو العلاقات الاقتصادية لو سيادتك تدينا تفاصيل عن التعاون الاقتصادي ما بين البلدين خاصة هناك إجراءات اتخذاتها الحكومة المصرية مؤخرا لتسهيل دخول السائحين الأرمينيين إلى البلاد تسهيل خط مباشر بين شرمي شيخ والقاهرة كل هذه الجوانب التي تدفع باتجاه دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي اللي بالتأكيد زيارة السيد الرئيس إلى أرمينيا ستضيف بعدا جديدا لها تماما هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت العلاقات الاقتصادية علاقات هامة فهناك عدد 105 ألف سائح زاروا شرمي شيخ والغردقة العام الماضي من السائحين الأرمن وكان تيسير الخطوط المباشرة ما بين العاصمة ييرفان وما بين الغردقة أو شرمي شيخ له طبعا أثر كبير في تدفق السائحين الذين يستمتعوا بالضيافة المصرية ويستمتعوا بجمال الشواطئ المصرية فطبعا الجانب الأرميني أيضا اتخذ خطوات هامة لتسهيل الحصول على التأشيرة من أرمينيا عن طريق التأشيرة الإلكترونية بحيث أيضا يتدفق السائحين المصريين إلى أرمينيا للتعارف على جمال هذه البلد الجانب الأخرى فنم للتعاون الاقتصادي سواء فيما يتعلق بحركة الاستثمارات المتبادلة أو حركة التجارة البينية فنم هو طبعا المأمول من هذه الزيارة الهامة التاريخية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط كافة المجالات من التعاون بين البلدين وطبعا ستعطي هذه الزيارة التاريخية دفع كبيرة لهذه المجالات من التعاون السيدة السفيرة سيريناد سليمان جميل سفيرة مصر لدى أرمينيا أشكر سيادتي جزيلة شكرا على هذا اللقاء أشكر حضرتك شكرا جزيلا